حضرتك في وسط كلامك بس دون مقاطعة الاسترسال قلت انه لما نعوز ننظم أولمبياد محتاجين المنفى ده يكون خالصا من عشر سنين مضبوط ثلاثة في 2022 وكلنا نحلم بتنظيم أولمبياد 2032 كلنا نحلم ليه؟ انه دلوقتي انا مكلمك انا على مستوى الاعلامي والمستوى الجماهيري لا اعنا دلوقتي اقدر بكل سكة اقولك انه او انا تصوري المشهد من بره يعني او مصد تقدر تستطيع بطولات كبيرة ممكن من سنين زمان فاتت كنا نبقى نحلم بس عارفين انه واقعية الممكن لا دلوقتي مع كم من البطولات العالمية الكبيرة اللي مصر نظبتها في سنوات قليلة جدا لا تماما ما نظمش أولمبياد ليه حضرتك الناس كلها متذكرة صفر المنديال بتاعكم طبعا تمام؟ مش قادرة تنساه على فاكرة الراجل تنمعنا من شوية ده كان مسؤول في اللجنة اللي كانت بتشرف على ملف جنوب أفريقيا الكاس العالم 2010 بالمناسبة يعني كنت سأله بس عشان قلت المحور ما يطلش طبعا يوصل للمرحلة النهائية في الكرة القدم طبعا مصر والمغرب وجنوب أفريقيا صحيح ويعني جنوب مغرب وجنوب أفريقيا جنوب أفريقيا في الآخر بس اللي كانت بفجأة ان مصر تاخد صفر في التصويت صدمة اللي ناس ما تعرفوش برضو ان مصر قدمت ابل كده على استضافة أولمبياد او دخلت هذا المزاد خلاص ولم تصل حتى لمرحلة التصويت النهائي خلاص لان كان عندنا مشاكل كتير في السيكيوريتي وفي النقل وفي حاجات كيف وكان ده كان في أواخر التصويتات على فكرة هل احنا ادلقتي قادرين احنا قادرين وقادرين بشدة وبقوة اللي تعمل في العاصمة الجديدة لا حاجة يعني فوق الخيال يضاهي أحسن أماكن موجودة في العالم الحقيقة فمصر بقى عندها الإمكانات الفنية لإستضافة أولمبياد بشكل كبير يمكن الحاجة الوحيدة على تنقص مقصر هي قرية أولمبياد والقرية الأولمبياد دي لاتي ما بقيتش بتتعامل زي زمان لا بتتعامل كمشوع لوحده لما يرث هاليك الأولمبياد بيبقى مثلا ادفاق مع شركة بتاعة تسويق عقاري انها بتبني قرية كاملة ثم بعد الأولمبياد بتكون هردي متبعة زي ما حصل في توكيو هاي تمام كانت مشكلتهم ان لما أجلوا سنة الناس كانوا فوت تستلم القرية بعد الأولمبياد ما تخرص صحيح تمام فدالشيء الطبيعي اللي بيحصل هايك قلت الفين اثنين وثلاتين الفين اثنين وثلاتين رسد خلاص خلاص حتنظمها بريزبينت أستراليا خلاص اللي جاي 24 في بريس 28 لوس أنجلس 32 بريزبينت أستراليا اللي حنتكلم فيه لقتي هو أولمبياد ستة وثلاتين هاي وانا شايف ان أولمبياد ستة وثلاتين لازم حتقوم في أفراقيا لازم القارة الوحيدة التي لم تنظم الأولمبياد هي قارة أفراقيا هاي القارة الوحيدة هاي فبالتالي واللجنة الأولمبياد الدولية عندها الرغبة أن أفريقيا يبقى عليها الدول طيب مين ينافس بقى مصر في القارة الأفريقية دلوقتي يعني مين البلد اللي ممكن تبقى جاهزة إلى حد كبير مع مصر مفيش غير ثلاث دول في أفريقيا ونافت في أفريقيا كتير جدا الحقيقة قدر أجزم أنهما يعني عندهم المقدرة مصر جنوب أفريقيا المغرب أي دولة تانية العملية صعبة جدا 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 الحقيقة مش هقول مستحيل مافيش مستحيل طبعا بس إيه الجهزية في الوقت ده صعبة جدا مصر لو قلنا فيه بيدنج لأولمبياد كمان سنتين ثلاثة احنا ملعبنا جهزة فحاجة متخيلة ان احنا مش لسه هنبني حاجة احنا جهزين في جميع الألعاب اللي موجودة باستضافة أولمبياد شوية لوجستكس خفيفة محتاجة تعمال إنما زي ما قلت عشان ما يحصلش صفر منديال تاني ولا يحصل الموضوع ده فيه بوليتيكس كتير فيه تجهيز بشكل كبير جدا فيه قيادات على أعلى مستوى بتقعد مع بعض عشان تتفق على كل ما هو مطلوب خلاص لهذه الاستضافة فاحنا منجهز حقيقة مع كلجنة أولمبية يعني مع وزارة الشاب والرياضة مرف كامل لهذا الشكل ويعني قلنا اللجنة أولمبية الدولية إن احنا عندنا لهذه الرغبة خلاص ويعني أنا مدخل فيه السنة أو السنتين اللي جايين هيبقى فيه ملف جدي يقدم من مصر للـ IOC للبات فيه إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله نفس الأمر ينطبق على كأس العالم كأس العالم هو حلم المصريين كلهم بقى نحن نكلم على كأس العالم لكأس القدم إنه إحنا نحن نظمنا كل البطاعة العالمية تقريبا من 90% أو أكثر من 90% من كل الألعاب كأس العالم لكأس القدم هو الحلم الأكبر أكيد يعني هل نقدر دلوقتي نصق أو نحلم أو يبقى دينا مليانة كده باللغة العامية إنه أنا ننظم كأس العالم ليه لا كأس العالم طبعا لازم نتفرق كأس العالم ده مطلوق للفيفا طبعا هو اللي يملك طاقه المين وهو الثاني أكبر حدث على مستوى العالم بعد دور الأولمبية صحيح فهو حدث كبير جدا ومصر كلها بتحلم طبعا أن يكون عندها كأس العالم هنا حتى بحاجة أكثر من رائعة هل ملعبنا كلها جهزة بالموصفات المطلوبة ما ظنش الحقيقة إنه ممكن يكون عندنا بعض الاستاذات جهزة إنما كأس العالم في الآخر الفرق بين كأس العالم والأولمبياد إن الأولمبياد بتلسي على مدينة يعني نقول مدينة القاهرة مدينة الأسكندرية توكيو سيدني بالزبط كده كأس العالم بيرسي على بلد أو بيرسي على بلدين كأس العالم ممكن تلاقيه بيقام في مصر والسعودية أو بيقام في ثلاث دول حتى ده وارد مش حاجة يعني ملفات بتقدم بهذا الشكل فدي عايزة اتحاد الكورة بقى يشتغل بقوة ولو كان عنده الرغبة مع مع وزارة شاب الرياضة لإقامة ده إنما أنا كمشجع وكواحد بحب الكورة أتمنى طبعا نشوف كأس العالم في مصر إن شاء الله